في موضوع آخر ستتوجه الأنظار غدا إلى المركز التقني الوطني بسيدي موسى الذي سيكون على موعد مع اجتماع حاسم للمكتب الفيدرالي الذي ينعقد أو ينعقد بعد نكسة القابون وستترقب للسيناريو منتظر من قبل رئيس الفاث بتبرير النكسة ومحاولة تبيض صورته وسط الشارع الرياضي الجزائري التقرير لبضر الدين حجام ستتجه كل الأنظار السبت الحادي عشر في فري لمبنى سيدي موسى الذي سيحتضن اجتماع المكتب الفيدرالي حدث من المفروض أن يكون استثنائيا على ضوء نكسة الخضر في الكان غير أن رئيس الفاف محمد روراوة العائد منذ يومين فقط إلى أرض الوطن ووفقا لآخر الأصداء المستقات فإنه سيسعى لتحويل اجتماع المكتب الفيدرالي لمنصة للرد على تحركات المناوئين وعلى رأسهم الوزارة الوصية الساخطة على مهزلة المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا والمطالبة له بالرحيل من خلال تبرير ما لا يبرر والعمل على تبيض صورة الاتحاد الجزائري ماليا وأدبيا ومحاولة المناورة على نكسة الكان وفقا لما تعود عليه جليس قصر دال إبراهيم الذي يرفض الإقرار بفشله روراوى وخلال نفس الاجتماع من المتوقع أن يواصل تمديد السوسبانس بخصوص مستقبله إلى تاريخ الجمعية العامة العادية يوم السابع والعشرين فيفري المقبل مع إمكانية إرساله لتلميحات عن إمكانية عدم استمراره ليكون موعد عقاد المكتب الفيدرالي بمثابة ورقة محاولة عند روراوى قبل تقديم حصيلته المالية والأدبية وتوريط آخرين من محيطه لتبرير النكسة ولعب آخر الأوراق اشتركوا في القناة